وهنروح الاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كمان كان حضر هذا الاجتماع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال عن هذا الاجتماع أنه بيأتي في إطار متبعد تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل على تدليل العقبات والتحديات المزمنة اللي بتواجه القطاع الصناعي من خلال جهود شملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة كمان اطلع الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في هذا الإطار واللي كان من أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح موتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة كذلك الارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية ده إلى جانب بدل مزيد من الجهد في توحيد جهاد الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعا لتشتت واختصارا للوقت والجهد وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص الصناعية وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية في ذات الإطار اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تم التركيز في هذا الاجتماع على عرض وتقييم جهود لاستفادة من منظومة المجامعات الصناعية ومتابع التنفيذ الأنشطة المستهدفة في هذه المجامعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل كذلك اطلع على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي سواء الشركات المصرية أو العالمية والإجراءات الجاري اتخذها لزيادة الاستثمارات الصناعية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بموصل الجهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة من خلال العمل الدقوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية اللي بتواجه الاستثمار الصناعي في مصر كمان أكد الرئيس على الاستمرار في مصار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص وزيادة الاستفادة من المناطق والمجامعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستدامة بما يسهم إيجابا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة مشاهدينا الكرام هنروح لفاصل قصير